منذ قليل انتهت مباراة ليفربول ومنشسر سيتي ونجمنا محمد صلاح نزل في الشوت الثاني وضيع فرصة ولعب كويس لكن واضح انه لسه مش في حالته الطبعية مصر مان سيتي حفظ الفارق نقطتين بينه وبين ليفربول ولكن ربع أرسنال على القمة بفرق الأهداف متساوي مع ليفربول في عدد النقاط هم عندهم كرة بعد ماتش الأهل والزمالك نقدر نقول احنا ما عندناش كرة احنا عندنا حاجة صعبة احنا عندنا لعيبة ليقتها الماتش فرصة هنا وفرصة مؤكدة هنا فرصة هنا وفرصتين هنا الماتش الآخر ثانية في الوقت اضيع الكرة بترتد من القائم هنا واضيع فرصة ليفربول الناحية الثانية ايه كرة دي اللعبة أكتر دي دي تين ودي تمن دقائق عشر دقائق فوق الوقت الأصلي ايه اللياقة دي ايه الجمال ده ايه التركيز ده ايه اللعبة دي اسمها ايه اللعبة دي دي لها اسم تاني غير الاسم اللي احنا نعرفه يعني النهاردة اعلن الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري قائمة المنتخب المصري التي تضم خمسة وعشرين لاعبا فيها عشر لاعبين من الأهلي ولاعب واحد من الزمالك حارس المرمى محمد عوات احنا اتفقنا ان احنا مش هنتناقش مع الكابتن حسام احنا هنبص على النتائج كابتن حسام نحن ننطق فيه وعارفين انه مدرب كبير وعارفين انه متجرد وانه اختار اللعبة قد يختلف كثيرون حول بعض الأسماء طبيعي هذه هي الكرة فيها أسماء ما اتخذتش كنا متوقعين يعني انا كنت متوقع ان مصطفى الشلبي لازم يتخذ مصطفى الشلبي يلعب كويس قوي وعنده روح وبيبزي الجهد لكن الكابتن حسام عنده رؤية ربما يقولك هو بيلعب شمال وانا عندي حسين الشحات شمال ومرموش شمال فانا مش محتاجه ربما لكن في النهاية هو اختار خمسة وعشرين لعبا ليس من بينهم محمد صلاح كابتن حسام قال هو فضل انه يتابع التأهيل مع النادي بتاعه ماشي طبعا هو في النفوس كلام ولكن ليفربول بيلعب على الدور يا جماعة فشيء طبيعي انه بقى عايز اللعيب بتاعه في بطولة ودية علينا ان نتفهم هذا وان اللعيب لسه ما استعدش ليخطب الكامل وتأهيله هناك بيتم بمعايير علمية عشان كده ما ابتداش بيه ماشي مهمة اول نهاردة كابتن ابراهيم حسن طلع كالعادة بدأ وكأنه يسلم محمد صلاح للجماهير هو اللي طلب انه ما يجيش وهو فضل انه ما يجيش ويبرحته اه هو فضل انه ما يجيش عشان هو كان نصاب وحتى لو انت شايف غير كده وشايف النفوس مش كويسة انت كابتن ابراهيم وانت كابتن كبير ونجم منتخب مصر ولاعب ليك تاريخك قبل ما تبقى اه مدير للكرة عليك ان تستوعب نجم زي محمد صلاح محمد صلاح يا جماعة نجم نجم عالمي وعقلية النجم العالمي بالتعامل معاه ومعنا دي لابد ان تكون مختلفا هو مش زي اللعب المصريين مش هو دي ما صح حكشف عليه اه في اي حتة محمد صلاح بيلعب مع ليبر بول محمد صلاح هو واحد من اهم عشر لاعبين في العالم فلازم نتعلم ده حسام حسن كان اسطورة وعميد لاعب العالم واسم كبير جدا وكننا بنتمناه انه ياخد فرصته بالكامل وسنحن ننتظر ولا اعول على البطولة الوديها كتيرا ومحاسبة حسام حسن في هذا التوقيت ونقول الاداء وحش او حلو محتاجين وقت محتاجين ندروا فرصة كاملة مع المنتخل المنتخل اشتركوا في القناة